تزامنا مع شدة التوترات وعدم الاستقرار بعد المستجدة الأمنية الأخيرة يعتزم البرلمان عقد جلسة لمناقشة الاعتداءات على السيادة لكن الجلسة عنونات بالتداولية جعلها نقاشية لاحاسمة كشجرة لا تثمر وفق بعض القراءات وذلك يعود للانقسام السياسي حول وجود التحالف الدولي تحت قبة المجلس اختلاف الكتل السياسية عن بعضها البعض في النظر الكثير من الأمور مثلا العلاقة مع التحالف مثلا الوضع الداخلي لبعض القوى الموجودة في الداخل الاختلاف هذا هو الذي يؤثر على أن يحسم أمر التحالف أو يحسم أمر الداخل فهذا يلجأ البرلمان إلى جلسات تداولية غير حاسمة خطاب الحكومة المغير بعد الاستهداف الأخير والحديث عن ضرورة إنهاء وجود التحالف الدولي كان يشي بخطوة برلمانية مماثلة في التعاطي مع هذا الميلف لكنها لم تكن كذلك في وقت ينتظر فيه دور تشريعي أنجع للمجلس كنا ننتظر كلمة الفصل والحسب من الأخوة البرلمانية أما أنه مجرد للمجاملة والجلسة مجرد لشرب الشاي والدينوس والكفترية ومجرد للاستعراض أمام الإعلام هذا لا يقبل العراقي على البرلمان هناك مسؤوليات كبيرة منها أن يطلب من الحكومة مقترح قانون كوضع العراق مدى حاجتنا لقوات الدولية ويتواصل مسلسل هجمات المتبادلة بين المجاميع المسلحة والقوات الأمريكية ونعكاساته دون كتابة نهاية له هجمات تصعيد من حدة الأزمة المزمينة وتفتح مساحة أوسع للصراع ذلك الصراع الذي ما تزال فيه الأمم المتحدة مدعوة لممارسة مسؤولياتها في حفظ السلم الدولي وإنهاء هذا المسلسل إن تمكنت من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير